موسيقى قلت اعترف للرب باثمي وانت صفحت لي عني فقات قلبها الليل وياها الانجيل المقدس فصم البشارة معلمنا لوقة البشير والتلميذ الطائر بركاته علينا امين ليس احد يوكد سراجا ويدعوه في خفية ولا تحت مكيال بل يدعوه على المنارة لكي ينظر الداخلون النور سراجوا جسدك هو عينك فان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وان كانت شريرة فجسدك كله يكون مظلما انظر اذا لان لا يكون النور الذي فيك ظلاما فان كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نيرا كله كما يضيء لك المصباح بلا معاني بل يكون نيرا بلا معاني بل يكون نيرا بل يكون نيرا بل يكون نيرا سراجه جسدك هو عينك والعين تعبر عن العق لأن بالعين بنشوف ونعرف وبالعقل بندرك ونعرف فالعقل لما يكون بسيط يخلي الجسد كله نير والجسد يعبر عن الشخص فلما نقول سراج جسدك هو عينك معناها النور بتاع شخصك هو العقل البسيط مش معناها السازق لكن البسيط معناها غير المتعدد العقل المتعدد هو اللي بينشغل بأمور كثيرة وينقسم لكن البسيط هو اللي له اتجاه واحد فالعقل البسيط يقصد به الانسان اللي مركز مع ربنا ما عندوش حاجة تانية تلخبه كل الامور بتاعة الحياة نعيشها ونمارسها من خلال ربنا فيستمر الانسان جسده نير روحه بسيطة عقله منور والنور ده اللي في العقل هو نعمة من عند ربنا الله لما خلق الانسان اداله عقل يفكر به ويدرك ويفهم ويتكلم ويعمل حضارة الانسان لما ينفصل على الناق يصير الزهن بتاعه مظلم مظلم يعني ايه؟ يعني افكاره تبقى فيها قصوة كبرياء عنف انتقام حسد غضب فدي كلها علامة ظلام النفس لما جيه ربنا يسوع المسيح تجسد يقول انجيل يحنى فيه كانت الحياة والحياة كانت ايه؟ نور الناس والنور يضيء في الظلم عشان كده اعطانا ان نستنير بنوره ولما قال انا هو نور العالم رجع قال انتم نور العالم وطبعا لا يوجد تناقض بين النصين المسيح هو النور الحقيقي الذي يضيء الذي يضيء لكل انسان قاتل العالم عندما يكون المسيح فينا هو بنور فينا فنصير نحن انوار في العالم يقول معلمنا بولس ان احنا وسط جيل معوجة ملتوي تضيئون بينهم كانوار في العالم النور ده احنا بناخده يوم المعمودية عشان كده المعمودية اسمها السر الاستنارة والنور ده هو عمل الروح القدس فينا اللي يخلي الانسان واعي وفاهم ومدرك وبيسلك بحكمة يسلك بوقار يساعد اللي حواليه يحتمل ضعفات الناس يبقى الروح القدس فينا هو المصدر الاستنارة وطبعا اي نور في الدنيا محتاج وقود يعني اذا كان نور الكهرباء يبقى محتاجة باستمرار الكهرباء تبقى ماشية في اللمبة لما بيطع التيار الكهربائي اللمبة تنطفي واذا كان انديل بالزيت او لامبة بالجاز او اي مصدر لابد انه بيستهلك وبيخلص فمحتاجين دايما نعمر الانديل بالزيت عشان يزال منور وهو ده اللي تكلم عنه ربنا يسوع في المسأل بتاع العذار الحكيمات والعذار الجهلات الجهلات كان معاهم مصابيح ومعاهم الاواني بس في ضيت اخدوا المصباح زينا يوم المعمودية لكن ما كانوش بيعمروا الزيت فاصبعوا منطفئين عشان كده يقول معلمنا بوليس لا تطفئوا الروح الحكيمات ظلوا منورين لغاية لحظة ما جيء العريس والاواني مليانة بالزيت هنا الزيت والنور هو العمل الروحي اللي انتو بتعملوه انتو قاتي جايين القداس تعملوا ايه تعبوا زيت خلي حياتك منورة بس خلي بالكم واحنا في القداس في ناس فعلا يمتلقونا بالنعمة وفي ناس ولا يتأثروا اللي هو بينشغل بالكلام وبيعودي يشوشق على حواليه واللي يتحرك كتير مش ممكن ينال نعمة الانسان اللي بيصلي بالروح وبالحق وقلبه مشغول بربنا وعنيه مرفوع للسماء او عنيه على المسبح او عنيه على اي كنت المسيح بيتكلم معاه او قافل عنيه ورفع قلبه الفوق من خلال صلوات القداس عمال يمتلق بالنعمة الانسان اللي يحضر القدسات كتير واللي يصلي بالاقبية واللي بيواظب على الصيامات في كل موعدها واللي مواظب على قرية الكتاب المقدس واللي بيخدم الناس انسان منور عقله مستنير عينيه بسيطة فيصير كله منور كل كيانه منور عشان كده فيه ناس فعلا تحس عندهم استنارة تلاقيهم حياتهم جميلة ومضيفة وزكية كده فيها ريحة عطرة وفي نفس الوقت تاخد منهم مشورة لها مليانة بالحكمة ومليانة بالعقل والاتزام وناس تاني عيشة وخلاص احنا نحب ان يكون فينا نور والنور يكون بينور العقل ويكون الانسان دايما انسان بتاع رجل الله يقولك انسان الله مليان بالنعمة وعبه كتير من النعمة دي خزنه في مخزنكم الروحي خصوصا في الصوم الكبير القدسات الطويلة والالحان الجميلة والقراءات والجو الكنسي نفسه بيساعد كتير على ان الانسان يمتلق بالنعمة ويبقى منور حفظوا على النور اللي فيكم ما تخليش الشيطان يسرق منك سلامك وهدوءك ومحبتك وفرحتك مهما الشيطان حاول يعمل حاجات فوت عليه الفرصة عشان يبقى الصيام ده فعلا مصدر ملء ومصدر شبع وتبقى مليان بالنعمة علشان نقدر نصرف بها العمر كل ربنا يدينا ان احنا فعلا نكون مستنيرين ومليانيا بالنعمة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد كنية سمناها الدبت